مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في فيديو جديد في قناتنا في تقنيات مبتكرة حيث اليوم الفيديو راح يكون عن طريق التنزيل احدث اصدار من جوجل كروم لالفين اربا وعشرين راح ننزل جوجل كروم وراح نشرح ميزاته فخليكم معنا خلينا نشوف الطريقة البسيطة لتنزيل جوجل كروم فخليكم معنا والآن سنقوم بتنزيل جوجل كروم لحدث اصدار الفين واربا وعشرين فخليكم معنا خلينا نشوف الآن نذهب لمتصفح اخر وسوف نكتب في البحث دونلود جوجل فخلينا نكتب الآن دونلود جوجل اللي هو التنزيل جوجل طبعا في صفحات كثير لجوجل او في روابط كثير فاحنا راح ننزله من موقع الرئيسي لجوجل لتجنب انه ننزله من مواقع ثاني يكون في المواقع فيروس او تكون مواقع مضروبة فخلينا نشوف الآن فنكتب جوجل او كروم ونذهب في البحث والآن سنجد الكثير من المواقع فاحنا راح نذهب الى اول موقع ياخذنا الى التنزيل فمنكبس تنزيل او دونلود فالآن نزل معنا بسرعة فنذهب الآن ونثبت آآ جوجل كروم وخلينا نثبته ونشوف ما هي ميزات جوجل كروم عن المتصفحات الاخرى فالآن نزلنا وعم بننزل نزلنا جوجل كروم وراح وعم نثبت كوجل كروم فخليكم معنا نثبت كوجل كروم ونشوف ميزاته مع بعض فالآن راح نسرع لكم الفيديو مشان الفيديو ما يطول فالآن أعزائي المشاهدين اكتمل التنزيل وجاري التثبيت والآن أعزائي المشاهدين قمنا بتثبيت جوجل كروم ونذهب الآن الى المتصفح لان نستكشف معا متصفح جوجل كروم طبعا هون اصدقائي العزائي اذا بدكوا سجلوا بريد الكتروني او سجلوا دخول على المتصفح اذا عندكوا بريد الكتروني او بتقدر تحطوا تخطي طبعا اعدادات اولية طبعا هذا هو جوجل كروم اعزائي المشاهدين وهاي نجد الآن التحت ايضا بنقدر نغير الخلفية بنقدر نغير اللون الى عدة الوان فهو نجد ان تحميل صورة اذا عندكوا صورة بالستوديو او صورة بالملفات بتقدروا تحملوا صورة عندكو وبتحطوها خلفية لجوجل كروم او بتقدروا تبحثوا عن صور موجودة بنفس جوجل كروم ونصبوها وبتحطوا الصورة خلفية لجوجل كروم ويوجد لدينا العديد من الصور الموجودة في جوجل كروم سنختار هذه الصورة ونذهب ايضا نختار وضع داكن او فاتح او الجهاز فنحن نختار الجهاز اذا كان عندنا الجهاز وضع داكن فتلقاه المتصفر هيكون وضع داكن اذا غيرنا الجهاز بوضع فاتح اللون ابيض فتلقاه الكوكي كروم نحي تغير مع الجهاز فالان عزائي المشاهدين اه شفنا الالوان عنا وشفنا القلفية وهو بنقدر نختار خلفية عنا نختار لون للكوكي كروم الوان جاهزة او احنا بنختار لون من عنا وبنعدل الالوان اخضر او اه احمر او الى عدة الوان ستجدوها هنا في الاسفل فيمكنكم اختيار اي لون او اختيار من الالوان الجاهزة الموجودة في جوجل كروم فهنا تختار اي لون يعجبكم تمرير السام الى اليسار او الى اليمين او الى الوسط بين هذه الالوان ولان عزائي المشاهدين شفنا القلفية مع بعض كيفية تغيير خلفية او اضافة خلفية او صورة لدينا وهذا هو ايضا مربع البحث يمكن البحث عن اي شيء شيء بدنية وايضا هنا نجد اه الكثير من الاضافات في كوجل او كروم نذهب الى النقاط في الشريط في اليسار او اذا كانت باللغة انجليزية ستجد ستجدوها في القسم الايمن فهنا اه نشوف عنا يوجد القراءة اليوتيوب الترجمة اذا بتكن ترجموا فيوجد الكثير عنا من الميزات الموجودة في كوجل او كروم الايميل الصور مثل ما قلنا فتجدوا الكثير من الميزات الموجودة عنا في كوجل او كروم فهنا نحط على اليوتيوب او المتصفح اليوتيوب ايضا ستجدوه بين المميزات فمثل ما قلنا اه جوجل كروم باحدث اصدار لالفين واربا وعشرين ولا انا عسى المشاهدين حملنا جوجل كروم مع بعض ولا انا عسى المشاهدين اذا عجبتكم الحلقة ارجو انه تحطونا اشتراك في القناة وكتاب التعليق لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في فيديو الجديد